اهلا بحضراتكم كل متابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان وتغطية جديدة هنتكلم فيها مع حضراتكم عن قصة يعني انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الايام القليلة الماضية طبعا حضراتكم تابعتم على مدار الايام اللي فاتت قصة طبيب الاسنان المشهور اللي اتهم بالتحرش احنا نهاردة امام تطورات هامة في قضية الطبيب المتهم بالتحرش واللي تم القبض عليه في عياته بمنطقة الدقي بعد بلغات يعني جات من خمس اشخاص اتهموا بالتحرش جنسيا بهم وعلى رأسهم الفنان عباس ابو الحسن واليوتيوبر الشهير تميم يونس النيابة العامة امرت بعرض طبيب الاسنان المتهم بالتحرش وهاتك عرض الرجال بالقوة في عياته على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان مدى ممارسيته الشزوز من عدمه وايضا انتداب خبراء الادلة الجنائية والفنية لفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم وكذلك الفلاشات التي سلمها المجني عليهم للنيابة طبعا من المقرر قيام احد الاطباء الشرعيين بفحص المتهم في احدى العيادات المتخصصة داخل مصلحة الطب الشرعي وده تمهيدا لاعداد تقرير بنتيجة الكشف ويرساله للنيابة العامة تفاصيل التحقيقات مع طبيب الاسنان المتحرش بالرجال انه النيابة العامة وجهت له تهمة التحرش الجنسي بالفنان عباس ابو الحسن في يعني كل زياراته لعياته لمتابعة الكشف على اسنانه وانه عباس ابو الحسن نهره اكثر من مرة لكن بعد اقتمديه ابلغ عنه النيابة تسلمت كمان فلاشة واستوانة مدمجة بتتضمن مشاهد ومقاطع فيديو بيظهر فيها المتهم وهو يمارس الشزوز مع ضحياء وانها تحفظت عليها وارسلتها الى خبراء الادلة الجنائية الفحصها وتحديد هوية الاشخاص اللي ظهروا في تلك المقاطع مع المتهم وكذلك تشكيل لجنة من اتحاد الاذاعة وتلفزيون للتأكد من صحة تلك الفيديوهات من عدمها هناك مصدر امني كشف لينا في اليوم السابع ان الطبيب المضبوط بتهمة التحرش بالرجال ومن بين ضحياء فنان شهير تم القبض عليه بناء على اذن ضبط واحضار صادر من النيابة العامة وده بعد تقديم الفنان او تقدم الفنان ببلاغ للنائب العام ضد الطبيب واتهاموا فيه بالتحرش به طبعا عقب اعداد عدة اكمنة لهذا الطبيب تنفيذا لقرار النيابة العامة تم القبض عليه واصيب الطبيب بحالة من الصدمة عقب ضبطه نافيا للتهمات الموجهة اليه تماما وادعا انها بتهدف الى النيل من سمعته وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على نيابة الدقي اللي بتتولى التحقيق معه حاليا نيابة العامة وجهت للطبيب او وجهت الطبيب بالادلة الفنية اللي قدمها المجني عليهم ضده وعثرت بهاتفه المحمول على ادلة فنية اخرى بتعزز الاتهام المنسوب اليه واعترف انه بيعاني من اضطراب في الميول الجنسية وانه هذا الاضطراب وان كان لا يسلبه وعيه وادراكه فانه زين له ارتكاب سلوك خاطئ كمان احنا في اليوم السابع حصلنا على نص البلاغ اللي قدمه محامي الفنان عباس ابو الحسن وخلينا يعني نقرأه لحضراتكم نصا البلاغ بيقول انه في غضون الفترة ما بين 22 يونيو 2020 ل 25 يونيو 2020 واثناء استخدام الشاكي الاول اللي هو الفنان عباس ابو الحسن المصعد الخاص باحد اللي عقرات في منطقة الدقي منصرفا بعد زيارته الاستاذ تاريخ فن اسلامي من الدور التاسع اعتوقف المصعد باحد الاضوار وفوجئ بالدكتور باسم بيستخل المصعد وفوجئ كل منهما بالاخر ونظر المشك في حقه اليه بنظرة الفاحشة ثم قام بالتحرش به نهره الفنان ويعني صائحا بغضب في وجهه يعني انت لسه فيك الدق ده ولسه محرمتش من اخر مرة يعني طبعا لانه قبل كده سبق له ان قام في اواخر الثمانينات بالتحرش بالشاكي الاول عن طريق التلصص عليه والتحرش به اثناء تواجده بحجر التغيير الملابس الخاصة بنادي الجزيرة وقيامه بنهره وصفعه والهروب منه امام الهروب من امام وذلك في نفس التوقيت نياب العم سألت الفنان عباس ابو الفصل ليه سكت عن التحرش لمدة 30 سنة فرد قائلا انه بيعيش في مجتمع شرقي حيث ان التصريح او مجرد التلميح عن مثل هذه الوقائع منذ 30 سنة لم يكن المجتمع ان يقبلها ولكن الامر تطور وتغيرت الثقافات عن ما كانت عليه في بادي الامر ولكن مع استمرار وقائع التحرش التي وصلت لي يعني ثلاث مرات كانت بدايتها منذ الثمانينات ثم التقى به بعدها بعشرة سنوات ليعاود الامر ثم المرة الاخيرة في المصعد ودخل عليه هذا الطبيب وحاول ان يتحرش به وقرر حينها عباس ابو الحسن انه يتكلم الفنان عباس ابو الحسن كتب على حسابه في الفيسبوك بعد نضال دام اكتر من 6 شهور كللت بمجهودتنا انا ومن معي من الشجعان النبلاء بالقبض على الطبيب المتحرش الطاغية المتحرش الجنسي المتسلل لأكثر من ثلاثة عقود مجرم متخفي في ثياب طبيب عاثة فسادا في الارض لعقود محتما بعلاقات او محتميا بعلاقات ونفوذ وثروة ضخمة ومنصب ديني دي ايضا المفاجأة يعني طبعا هو نص المسج بتاع الفنان عباس ابو الحسن موجود امام حضراتكم على الشاشة طبعا اضاف الفنان عباس ابو الحسن انه هذا الطبيب بعث الرعب في قلوب خريجي امتياز كلية طب الاسنان فاخرسهم لعقود وقد نال كثيرا منهم من اعتداءاته يعني نصيبا كبيرا متابعا لو كنت سمعت نصايح الحوالية ومحاولتهم اثنائي عن عزمي خوفا من ادراج اسمي يعني في حدث مشين قد يؤثر سلبا عليك شخصيا او كشخصية عامة او انه اتعرض للمسألة القانونية وربما السجن ما كنت قدمت او استمريت في سعي لايقاف هذا المجرم دي كده يمكن كانت تغطيتنا لاحدث تطورات قضية الطبيب المتحرش بالرجال شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة وانتظرونا في تغطيات اخرى على مدار اليوم الى اللقاء